ظل العالم الأحمر بشعار المترقة والمنجل يرمز للاتحاد السوفيتي الذي وصف بأنه الأقوى في تلك الفترة بل والأكثر تأثيراً حتى نهار في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1991 ليعلن في اليوم التالي استقلال خمس عشرة دولة من دول الاتحاد وبانهيار الاتحاد السوفيتي انتهت الحرب الباردة التي ظلت الطابعة الأبرزة للقرن العشرين صاحبتها مواجهات ساخنة مع الغرب في النصف الثاني منه ومن ثم أبرزت نظام القطبية الثنائية في العالم كان بوتين ضابطاً في جهاز المخابرات السوفيتي السابق كي جي بي في ألمانيا الشرقية عندما سقط جدار برلين وشهد بنفسه فوضى الانسحاب السوفيتي إذ شكل هذا الحدث حياته فمنذ رئاسته لروسيا يعارض بشكل قاطع اقتراب الناتو من الحدود الروسية ويعلن بين الحين والآخر أنه مستعد لاستخدام القوة لتنفيذ ما يرغب أو بالأحرى ما يعيد به الشعب الروسي طوال الوقت من لا يندم على انهيار الاتحاد السوفيتي فلا قلب له أما الذي يريد إعادة إنشائه بشكله السابق فقد رجدة هذا هو التعليق الأبرز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على انهيار الاتحاد الروسي لكن ذكرى تفكك الاتحاد السوفيتي هذا العام مختلفة تماماً إذ نقترب من نهاية الشهر العاشر للحرب الروسية الأوكرانية يبقى حلم الإمبراطورية الروسية يداعي بوتين الذي انتهج في سياسته الخارجية نهجاً قائماً على ضرورة الحفاظ على وحدة روسيا واستعادة مكانتها باعتبارها قوة عظمى على المسرح العالمي الآن تحقق حلمه إذ فرضت روسيا ما تريده على المسرح العالمي وبات صوتها هو الأعلى من بين القوى العظمى ويبدو أن قمة رابطة الدول المستقلة التي ستعقد في مدينة سان بيترسبيرغ اليوم لم يكن تاريخها مصادفة فتزامناً مع ذكر انهيار الاتحاد السوفيتي يكتمع بوتين بقادة الرابطة لتعزيز التعاون بين دول الرابطة وروسيا وبيلاروسيا اكتماع رابطة الدول المستقلة يأتي عقب أيام من زيارة بوتين لبيلاروسيا تلك العلاقة التي توصف بأنها تحالفية إذ ترتبط الدولتان ببعضهما بثلاثمائة معاهدة واتفاقية ثنائية في المجالات كافة إضافة إلى أن بيلاروسيا أقرب بلدان الاتحاد السوفيتي السابق بالنسبة لموسكو فضلاً عن اشتراكهما في عداء الغرب والنيتو تحديداً